يستعد الشعب التونسي لمرحلة غامة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة واستعادت مؤسسات الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية بعد سنوات من الاضطراب والتخبط التي كان لها أثار سلبية على الاقتصاد وأمن البلاد وذلك بعد ظهور مؤشرات أولوية تؤكد الموافقة على الدستور الجديد في الاستفتاء الذي طال نتائجه الرسمية 30 يوليو الجاري وعن تطورات استفتاء تونس قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 30 يوليو الجاري ما لم تقدم تؤون للمحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام التي بدأت الأربعاء موضحا أنه في حال تقديم تؤون سننتظر نتيجتها على أن تعلن نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية بحد أقصى يوم 28 أغسطس المقبل بدوره أكد سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف أن بلاده التعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفي مقدمتها مصر لموصلة مصارع الإصلاحي وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وعادت بناء الاقتصاد الوطني على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه أقال السفير بن يوسف في تصريح له بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور أن تونس عاشت أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يكرس سيادة الشعب ويصوب المصاري الديمقراطي الذي ارتقاه الشعب التونسي وحرفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011 وأضاف أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع المراحزين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال بالتحديد وأنه لم تسجل خروقات أثرت على عملية التصويت